السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كلكم بخير واهلا وسهلا بكل الجداد معاني في القناة يارب ان شاء الله تنبسته وتعجبكم وكونوا عمد حسن ازنكم ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شريح الخبز المشبعة هي طريقة ممتازة جدا جدا للناس عايزة تعمل الدايت هي على طريقة سالي فؤاد ان شاء الله تكون سهلة ووسيطة المكونات معانا هيا انا حطها كده ان شاء الله تكون واضحة يارب تكون الصورة واضحة كوباية ونص حمص مطحون حمص اللي هو الحمص اللي بناكله مع البليل الحمص الشام وهنا كوباية كوباية بزور عبادة الشمس وبيضة كوباية حبوب الشية بزور الشية كوباية بزرق كتان مطحون ويه كوبايتين شوفان وربع كوباية زيت وملح والخميرة والمعلقة عسل ابيض كبيرة هنشوف الوقت المكونات معانا انا اسفة لو التصوير مش قد كده يعني لسه مش بالنسبة للتصوير في الطبخ صعب شوية انا حطت في الطبق نص كوباية مية دافية او اقل من النص بشوية معلقة عسل ابيض كبيرة معلقة وربع خميرة ربع كوباية زيت بنحط يعني المكونات السيلة الاول والبيضة وهنضرب دول مع بعض كتا المكونات السيلة الاول نضربها مع بعض الطريقة دي بص شريح الخبز دي انا ليه صورتها عملتها لان بجد بجد للناس اللي عايزة تخصوا مهتمة ممتازة فوق الممتازة بتشبع جدا جدا بطريقة مش عادية يعني بتساهم بتنسبة كبيرة في الخصصين انا جدا نحط بقى المكونات اللي هي الحبوب دي 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 انا كوباية بزور الشيا طبعا ممتازة جدا هي فايبر وعبارة عن بتملى البطن كده ومفيدة جدا بصراحة هنا في البلد هنا دايما بيأكل حبوب الشيا دي بيحطوها مع الشوفان وما دايما بيحب يفتروا الشوفان فبيحطوا مع الشوفان معلقة من بزور الشيا دي دي كوباية بزور الكتان مطحونة نطحانها في الكبة بتاعت السكر اللي بتحاني فيها السكر عادي ودي كوباية بزور عباد الشمس انا هنا كنت بقول ان يعني الطبق دوا بيعمل هي كوباية كوباية من اللي هي المجل ايد اي وقت هي اللي انا الشيء بورها لك دي هي دي اللي انا معايرة بيها كل المكونات اللي في الاطباق طبعا في ناس دلوقتي بتشوف الحاجات دي تقول دايت ايه بس في ناس هتهتم يعني هي بصراحة طريقة كويسة جدا ونكحة معايا قوي قوي عشان كده بصراحة نصورتها عشان اي حد عايز يستفيد بعد كده بقى هنقلب المكونات دي هتحس ان الخليط غريب كده وهتقول ازاي دا هيتحول لشرايح خبز او ازاي يخبزه بس والله ان شاء الله هيبقى كويس في الاول هتحس ان هي حاجة غريبة بس بعد كده هتاخذي علي ما تعملين بعد كده بقى نحط كوبايتين الشوفان كوبايتين شوفان هنطحنهم برضو في نفسه مطحنة السكر اللي طحنا فيها بزور الكتان برضو وباقي المكونات بعد كده ايه يعني نطرة ملحة صغيرة هنقلب بقى جامد جامد هنلاقي الخليط معانا تقل وطبعا المعلقة مش مشية فيه وهيبقى صعب فطبعا هو لازم يتعمل بالايد يعني عشان طبعا نوصل للقوامل اللي احنا عاوزينه فانا هعملها على ايدي كده هدعاكها بايدي وهنا اوريكو الخليط هيبقى عامل ازاي انا طبعا هنا بوريكو هو منظره هيبقى عامل ازاي عشان وانت بتعملي تبقي عارفة بالزبط الشكل كده وكده صحة كده غلط انا الطريقة اللي بعملها لكو دي اول مرة اللي بصور فيها دي يمكن المرة الخمسين يعني عن بعد تجربة تجارب كتير هنا بقى هنحط كوبية ونص اللي هي الحمص احنا انا جايبة الحمص دوا عندنا بيتباع في العلب الكان اللي هي زي علب الفول الصفيح دي بيتباع فيها فانا واخد منها علبة ونص فانتي لو مش عندك كده عادي ممكن تسلوقي الحمص بس تسلوقيه جمد جدا 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 تخليه تهري وبالمناسبة الحمص ده انا طحناه في ايه في الفوت بروسيسور اللي هي الكبة يتطحني تماما لحد ما بابا معاك كده زي ما شفتي كده الحمص ده بقى مشبع بطريقة جميلة جدا جدا وفي نفس الوقت هيخليني اعرف ادعك العجينة هتبقى العجينة ليينة جدا هنشوف دلوقتي مع بعض بنقعد ندعك فيها جامد جامد لحد ما ان خلاص كله يتجنس مع بعضه وحس ان هي خلاص بقيت كتلة واحدة شايفين القوام او الملمس هيبقى عامل ازاي يارب تكون واضحة واسفة لو التصوير مش قد كده يمكن عشان ما بصورش طب في المطبخ خالص فحسن هي ما كنتش عارفة زبطها قوي ممكن بس ان شاء الله بعد كده احاول الكمية دي بتعمل حبة حلوين بص منظرها عامل ازاي طبعا ما فيهاش اي حاجة مضرة خالص خالص وممكن كل الناس حتى هي سالي فوقت بنفسها قالت في الفيديو ان هي مش ضرر لاي حد ولا مرضى سكر ولا مرضى ضغط ولا اي حاجة صحية جدا جدا بس طبعا بتنصح جامد وانا كمان بنصحك وبعد ما جربتها بشرب الميا كتير جدا جدا عشان ما تعملش امساك ان طبعا كل المكونات اللي فيها الياف والالياف طبعا بتدخل تنفش في البطن بتدخل تنفش في البطن جامل فبتنحتاج نشرب ميا كتير علشان تسهل علينا الدنيا بس انا كده تقريبا خلصت العجينة بتاعتها هغطيها بقى شوية هي مش هتخمر بس انا هغطيها شوية عشان ترتاح عشان اعرف لما افردها بالنشابة تبقى سهلة معايا شوية هي هتبقى يعني نشفة شوية بس هي كده هي العجينة دي كده ما بتبقاش لينة زي الدقيق ولا زي كن بتخبزي عيش فهنا دي كده انا كنت غطتها وقدي عادي خالص هي شكلها ولا خمرت ولا حاجة ان طبعا زي ما انتوا عارفين انا اه حط خميرة بس الخميرة ما تنفعش مع الشفان والمكونات الحبوب دي مش هتنفش طبعا هنقوم بقى بالايه بال نعود نبطاتها كده علشان خاطر ايه نفردها خالص احنا عاوزين سمكها انا جربت كذا سمك لو عملتيها سمك تخين هتبقى طرية معاك شوية وهتحسي ان هي مش طعمها مش لذيذ هي اكتر هي احسن حاجة تبقى رفيعة الشرايح تبقى رفيعة شوية بس هتبقى بجد رائعة جربوها يا جماعة والله الناس المهتمة هتحبها جدا جدا ولما تعملي كمية زي كده قد الكمية اللي انا عملتها دي هتقعد معاكي يعني انا الكمية دي كانت تقريبا بتقعد معايا في حدود اسبوعين افضر منها كل يوم فانا بحاول اعملها بيدي الاول كده افردها بيدي علشان طبعا هي هتشقق قبل ما عملها بيننا الشابة وهو دلوقتي هون هنعملها بيننا الشابة فايه هتبقى هتشوفوا انتو شكلها عاملة ازاي بصي بتشقق من الحروف ازاي اه شوفي عادي ما فيش مشكلة خالص خالص احنا هنقطع بالقطع واللي على الحروف ده هناخده ونلمه ونعمله تاني وهكذا طول بالنا عليها هتدينا نتيجة حلوة جدا والله هتشوفوها معاي انا طبعا مش هعمل معاكم الكمية كلها انا هعمل هي يعني اللي قدامنا دي وبعد كده هخلصها ووريكوا ان شاء الله بعد ما تخلصها دي بقى عاملة ازاي دي قطع كده على شكل ورد ده اي قطع عندك اي قطع بتاعتك بص بقى السماكة بتاعتها السمك رفايع جدا يمكن ارفع من الصبع حطيتي سبعك هتلاقي هي ارفع تقريبا سنتي تقريبا سنتي اقوى يعني اثنين سنتي بنحطها بقى في بنحط بيكينج بيبر كده عليها اللي هو وراء الخبز ده اللي هو وراء الزبدة يفضل يعني علشان هي مش هتلزق بس يعني بيبقى احسن مفيش خلاص لو الصينية عندك ما بتلزقش اعملي فيها مفيش مشكلة وطبعا نقطع نقطع كده كله وردات اي شكلة عندك نجوم مفيش خالص بكوباية تبقى دايرة انا بس بحاول اركز على ان بوريكو السماكة بتاعتها عامل ازاي مشان ما تبقاش تخينة وتبصت لقاها اضطرت ولو حطتها في علبة علشان خاطر تكليها بعدين كل يوم ممكن تضطر منك بالنسبة لتخزينها بقى بعد ما بتخلص بعد ما بتتخلصيها خاص بسيبيها تبرد تماما في الصينية كلها وبعد كده بتحطتها في علبة وفي التلاجة بالذات لو الجو حر لو الجو حر يفضل انها تحط في التلاجة لان طبعا مفيش مواط حفظة ولا اي حاجة فممكن تعفن ما شاء الله بس يبقى لونها عاملة ازاي طبعا ممتازة جدا جدا ومشبعة وانا بقولها ما عجبنا فيتا ممكن لايت ممكن وحبة صلطة وبضاية وكده تمام ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وكده ان شاء الله الفيديو خلاص قربيه خلاص قولولي رأيكم لو عجبتكم بالنسبة لللي مهتم وعاوز يخس وان شاء الله يحاول ابقى عاملكم وصفات تاني بس هتشجعنا وابدأ تاني لان انا كنت من فترة يعني متشجع قبل رمضان وبعد الجده جي لعيد بوز كل الدنيا فيحاول ان شاء الله رجع لها تاني يمكن بالفيديو ده تشجع شوية بس بحطها في علبة بقى وبحطها في التلاجة واسحب منها انا كل يوم في الفطار باكل اربعة فهم اربعة في الفطار بالنسبة لي حلوين اقوى وطبعا انا بشكر جدا سلي فقد عشان هي اللي علمتها لي بصراحة وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو واتنسوش بقى لايك وتعملولي كمنت حلو قولولي رأيكم انا اول تجربة اول فيديو احطه للأكل على القناة يا رب ان شاء الله يعجبكم باذن الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد ان شاء الله قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة